المفاجأة هذه الليلة مفاجأة أخرى سيدة أنجبت رجل نضع فيه ثقة كبيرة لكي يقود المغرب للدورة تمنى نهائي بعد غياب امتدى لسنوات كثيرة لعقود وعقود هذه السيدة هي والدة وليد ناقراج الناخب الوطني الحجة مساء الخير سعد جدا بأننا نتواصل معك في هذه الليلة الجميلة على قناة ريادية مساء الخير على كل المغاربة اللي في المغرب واللي خارج المغرب احنا فرحانين جدا جدا كتير من هذا اللعب اللي كان في قطر وان شاء الله بالمساعدة كل المغاربة اللي عاشوا معانا هنا في قطر وحنا فرحانين بزاف بالسناد ديالهم اللي جو سندونا احنا فرحانين بزاف والله يعاونهم والله يجيب لهم تسير لكل ولادنا وكل المغاربة اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب اكيد الحجاس معناسي ابو خلال عشي واحد ضغط من نوع خاص كنعرف القلب ديال الام الام دائما كتشوف والده ديال فوق الفوق واكيد انك عشي واحد اللاعظات من نوع خاص كتشوفي وليد المرة الأولى في كأس العالم موصلت لي كل لعيب هذا المرة كمدرب كيقود الأحلام ديال بلد كله كيف عشت ذلك الاحساس في هذه المباراة هذا الاحساس كان عندي واحد شيء كثير الدموع بكيت بكيت لأحت اخر مرة وانا كان بكي انا فرحت لهم بزاف ما شغل والد فرحت الدراري كاملين والجنفور كله اللي كان معانا فرحت بزاف انا اول مرة اللي جيت باش نتفرج فيهم اول مرة من اللي كان والد كيلعاب ولا مدرب ولا اول مرة اللي جيت مبارز حتى القطار باش ان شاء الله نساندهم ونكون معاهم هودك وليداته هو وليداته حتى انا ربي عاونهم وربي جيب لهم تيسير الحاجة بغينا نسألك احد سؤال وش مزاكت تفكريين نهر الول اللي وليد قصفه الكورة فكرة على انه يكون لاعب كورة القادمة قبل ما يكون اليوم مدرق دائما كان كيلعاب الكورة عزيز عليه نهر الولاني عزيز عليه الكورة فيماشي اوليد الكورة ننطخن ما فيماشي اوليد ننطخن ما مدرسة والكورة عزيز عليه الكورة هي كانت عمره سكنه في الدم دياله ولجل المغرب راني فرحانة بزاف من اللي يجي لعب مع المغرب ديالنا وانحنا مغاربة وهو احتاج المغرب باش يجي ليلو انا فرحانة بزاف 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 اكيد هذا الفرحة لا تقدر بتمان نعود للام نعود للبركة نعود لتصريحة تذكر جيدة لما توجب لقب دور ربطان افريقيا وليد في تصريح شهير كنت معا في مركب رياضي محمد الخامس قال ردات الوالدين هي اللي ممكن تقودنا لأي نجاح وردات الوالدين ايضا هي اللي كتخليه غدي موفق في مصار ونتمنو يذهب ابعاد نقطة وليد مرضي الوالدين وليد بغينا نعرف ما وراء شخصية وليد درجراجي كناخب وطني كيف دير وليد في صغره وكيف كان تربيته وكيف ربما وصل هذا المستوى ومشي المستويات عالية في مصاره كمودرية وليد كان دائما قريته وبغي يلعب الكورة وبقى تابع الكورة حتى الدابة ماشي اخير ان شاء الله يزيد ويزيد في المنتخب ويزيد على بلاده وان شاء الله يكون كل خير له والأولاد اللي معها دكرهم موليداته وهو ما يشده في الخدمة دياله وهو كيعمل خدمة دياله هو ها دكره ولاده واخوته هو ها هو واخه اخلق في فرنسا وكبر في فرنسا ولكن اختر بلاده ايجي ليلة هادي بلاده ما ننقروش احنا يا هاديك بلادنا اخرى عندي خمسين سنوانا بره المغرب ولكن كان فرح من اللي افرحت كتير من اللي والدي جل المغرب وفرح كبير ليلي والناس كاملين والناس كل شي كيشكره وكنشكرهم انا للناس كل شي اللي كيبغي وولي ما كيبغيواش عندي كل شي كنشكرهم وخلي ما كيبغيواش كنشكرهم احتهوما يعني الحجة ربما تتسألون كما اتسأل انا شخصيا وليد رجراجي عفوية وليد في بعض الاحيان اللي ممكن تخلق لي ربما سوء الفهم سوء الفهم من خلال لكنة دياله من خلال محاولة دياله لانه يحبر على ذاته باللهجة المغربية ومزداد في فرنسا كيف تشوفي وليد اللكنة الدارجة ديال ديال وليد انا فرحانة زفر اتعلم بعد بحلي جال مدرسة حلي جال مدرسة جاي قرأ هنا في المغرب راتعلم وما عندي براب ووليد راتعلم وعرف كيفاش كان يتباق مع اخوته المغربية وهو را مغربي وخاخر بره المغرب ولكن بقى شد في التقاليد ديالنا المغربية ورا هو فرحان وما عندي ما انسى الواليد را هو ماشي قال ليك مقلة هو سير نحن نقول سير غادي انه قد نضختمه بدل ابتسامة جميلة ديال الام كيف ترقب ان تلع اهد الماتش الثالت ديال كندا كيف ستعيشي؟ نحن ربحين بجهد الله وردت الوالدين سنزيده في الربح لا أشياء معك سنزيده في الربح ويحز إعلام المغرب ويحز المغرب ويحيا المالك ويجعله صحيحته ويجعله ويجعله المالك مطلع في المغرب كله وفرحاني بالمالك يزيد في حياته ويعطيه ربي صحته ويجعله وليداته ويعونه على المغرب كله نحن فرحاني بالمغرب دينا ومالكنا يحيا المالك شعار الخالد الله الوطن المالك هو من يدعم الرياضة ويدعم كل الرياضيين ونتمنى كل توفيق للفريق الوطني لكي تتواصل هذه المغامرة الجميل عادل طولنا عليكم شوية لكن أكيد أن الجمهور المغربي كان سعيد بهذه الإطلالة مع العائلات مع الأباء مع الأمهات كنتمنى توفيق للفريق الوطني وكنا سنكون سعادة جدا لو تواصلت المغامرة إلى أبعد نقطة والمغربة كيف تخروا بأصولهم تقافتهم تقاليدهم بلد بتاريخ بلد عمره ما يزيد عن الألف سنة أعود إليك عادل ومفاجآت مصمرة في هذه التغطية من هنا من العاصمة القطرية الدوحة ترجمة نانسي قنقر